عندما تتحول هذه المناطق وأهلها إلى ساحة لرسم التفاهمات عبر الدم والتدمير فالنتيجة ستكون قاسية لحد ما لكن هنا جنوبية إدلب الذي يشهد ما يفوق القسوة وقد يتجاوز حد الإبادة ثلاث أسر إحدىها اختفت عن الوجود والأخريين تلملم بقايا جراحها وتدفن قتلاها مع استئناف للتصعيد الذي تخوضه روسيا إلى جانب نظام الأسد في خضم سلسلة من التطورات السياسية الخارجية حيث تبحث الأمور بالكلمات والبيانات بينما ينعكس على قاطن إدلب من أهلها والمهجرين إليها لتتحول إلى عبارة عن قبور تفتح هنا وهناك تشارك الطائرات الروسية إلى جانب قذائفها بيد النظام بعمليات التصعيد المركز على البنى التحتية لا سيما العاملون على إنقاذ المدنيين من القصف الذي لا يعرف التوقف في الشمال الغربي للبلاد الممزقة فيخرج مركز جديد للدفاع المدني ويصاب عناصره فيما ينجو آخرون من الاستهدافات المزدوجة للمناطق بغية قتل القاطنين والمصعفين في مدرسة التوحش التي تحظى بشهادتها الدموية العليا روسيا التصعيد الجديد الذي يمكن جمعه مع سابقه من أسابيع ينهي تقريبا شهره الأول من الخروق الدموية يأتي في خضم معركتين تفاوضيتين إحداهما تتعلق بضمان استمرار سريان شريان الحياة إلى المنطقة المنكوبة والثانية بين المتفاهمين المعنيين بهذه المنطقة فيأتي هذا التصاعد بعد جولة من مباحثات على شواطئ المتوسط التركية التي تكررت فيها عبارات وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء ذلك الهدوء الذي لطالما ارتبط بمعاني أخر أكثرها تعبيرا ما شهده جبل الزاوية اليوم إضافة إلى تجديد الحديث عن تفاهمات آذار 2020 التي تخضع لها المنطقة في جميع القضايا تنتظر المباحثات بين الدول علّها تكون مفتاح الحل إلا في سوريا فيعد أي حديث عن مناقشات كالتي تحتضنها لأمم المتحدة هذه الأيام أو التي ستجري في قادماته كأستان على سبيل المثال تعد كل هذه المباحثات مواعيد ومناسبات جديدة مع الموت وتعميق الجراح